البولوس فصل من رسالة معلمنا بولوس الرسول إلى أهل أفاسوس بركته علينا آمين سيروا إذن كأولاد النور لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق مختبرين ما هو مردي عند ربي ولا تشترك في أعمال الظلمة غير المسمرة بل بالحريء وبخوها لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار ولكن كل ما يوبخه النور يعلن لأن كل ما أظهر فهو نور ومن أجل هذا يقول كم أيها النائم وكم واقفا من بين الأموات فيضيئ لك المسيح فانظروا إذن يا إخوتي بالتطقيق كيف تسيرون لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شغيرة من أجل هذا لا تكون أغبياء بل افهموا ما هي إرادة ربي ولا تذكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة بل كونوا كاملين بالروح مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية مسبحين ومرتلين لرب في قلوبكم شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآبي خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح نعمة الله الآبي فالتحل على أرواحنا آبائي وإخوتي آمين